بس ما برضو نكمل كلامنا النهاردة حاليا عدد كبير من النجوم بيبارك للنادي الأهلي النجمة الكبيرة وفاق عامر يا أستاذة إزايك ألف مبروك أهلا وسهلا وقالت ألف مبروك للأهلي وقالت ألف مبروك للسعب المصري كله الحمد لله رب العالمين تقوم بتغرف وعمل ومشحل وكنا نتمنى أكتر من كده أن الأهلي يكلل بأكتر من كده الحمد لله فريق برضو قوي وهارد لله طبعا لكن ده لا يقلل أبدا من من قيمة الفريق الأخر يعني وفاق عامر طبعا نجمة كبيرة ومشجعة كبيرة للنادي الأهلي الحقيقة يعني دايما في كل الإفنتات أو كل البطولات اللي بيأخذها نادي الأهلي بتبقى دايما موجودة معنا وبتبارك للنادي الأهلي كنت بتفرج على المباراة فين يا فنان أنا كنت بتفرج عليها مع أصحابي بس طعيب حاضر جماع كنت بتفرج عليها مع أصحابي المباراة بس طبعا ما أقدر في الأهلي طبعا أهلي كان فيهم حد ما كان فيهم حد ما بيشجعش الأهلي طبعا بس كان معين زم الكوية وكان معين زم الكوية خامنين يعني لكن كان جواهم هدف كل العايدين يقولوا للناس إن مصر اللي جات بتلعب لما الزمالك بيلعب أنا بشجع الزمالك لما الأهلي بيلعب أنا بشجع الأهلي لأني أهلوية لكن قام الزم الكوية مثلا عشان أشجع الزمالك بس الوطنية والعروفة والمصرية وحاجات كتير عوية تخليك لازم تسجع الأقرب لبلدك الأقرب لنفسك طيب بتشوفي يعني أنا عارف أن أنت بتتبعي دايما مطشوط الأهلي وكل ما يخص النادي الأهلي الإنجازات اللي بيتم تحقيقها خلال هذه الفترة من إنشاءات جديدة فرع التجمع الخامس الأمور اللي بتحصل داخل النادي الأهلي بتشوفي هذا التطور إزاي وطبعاً دي حاجة بتبقى لمصر كلها مش للنادي الأهلي فقط طبعاً طبعاً هو مصر كلها عموماً على فترة بتتطور وبتطلع لقدين أنا مش أتكلم بس عن النادي الأهلي أنا عايز أتكلم عن حاجات كتير جداً فضالي بس مجالها يعني لكن الحقيقة وجود إنجازات للنادي الأهلي ده شيء هايل وعظيم إن يسمح لكل الناس ومحبي النادي الأهلي وغير الأهلوية على فترة يبقى أعضاء ده عايز ده بتلو أه طبعاً يعني أنا مثلاً مش زمالكوية لكن عدوا في ندي الزمالك ده أنا مرة أقول ده مش معنى أن أنا مش من أهلي النادي ومش منهم أو مش لكن أنا يعني أبني مثلاً زمالكاوي جزي زمالكاوي أه عندي أداد عمي زمالكوية فمش معنى كده ده الخناءات كتير بقى أبداً خالص؟ أه خالص يعني كانوا مبسوطين للأهلي إن هو كسب بالمباراة والله طب كويس جداً أوه إحنا عايزين أنا آسف عايزين الأمثلة الإيجابية دي الأسية بقى أن إحنا راض نهزر فلاحكي قوي هو ده ده الأساس نحن نستمتع بالكورة جداً جداً مفيش خناء ومفيش دم مفيش درب نار طبعاً لا هي دي الحكاية ده المثال جاً طيب أخيراً لو حابة تقولي حاجة للعابة النادي الأهلي لمجلس إدارة النادي الأهلي لكابت خطيب أقول لهم شكراً جداً أنتوا عملتوا اللي عليك وقديتوا وقدتوا أبطال ورجالة فرحتوا مصر فرحتوا الناس اللي بتحب بجد اسمه مصر يترسلت كل الأماكن لو الزمالك بيلعب كنا برضو باريجناله وهي تضيف كرة كده الكرة مكتب بصطرة بس دايماً تفرحونا ودايماً الأهلي والزمالك تفرحونا أنا بشكرك جداً يا فنان على وجودك معانا النجمة الكبيرة وفاء عامر وتهنئة رقيقة للنادي الأهلي وفوزوا بالبطولة الحضوى وفوزوا بالبطولة الحضوى